المرمى هناك فريق الخليج الآن نقل الهجمات ونقل الكرات كرة من حسين فريج هذا فلول بالنسبة مع فريق الاتفاق وأحد صناع اللعب في الفئة السنية مع الفريق الخليج خاطئة أيضا كرات غريبة نقل الكرات والخطأ الفرص حتى الآن والكرات باج الدوران منقولها بشكل ممتاز من يقابل لكن الدفاع هنا الشد والبطاقة هل تحضر الآن لكن هذا هو الخطأ لزازي في الكرة الماضية كان يعني الشد الواضح الحراس الكبار في كرة القدم وحتى على مدافعين كبار كانوا يعني الأخطاء موجودة في التمرير حيح والحكم الحكم عيسى الشقاك هنا الكرة المنقولة إلى شامت بيس في نقل الكرة الآن لصالح فريق الاتفاق في التمرير إلى خارج أرضية الملعب الخطأ واضح لأدفاق كرة منقولة لصالح فريق الخليج في الطرف اليمين خلال النصف ساعة الأولى وزيادة هنا الكرة لحسين فريج حسين إلى بل ربما الأفضلية نوعا ما ولكن بعد ذلك فريق الخليج بدأ بتنضيقة كان قد لعب بالأمس لقاء الفريق الأول بالنسبة لفريق الاتفاق والخليج والتعادل الإيجابي شنقيطي إلى حسين فريج حسين في التمريران في الكرة مفتكة مفتكة بشكل ممتاز دوسري رائع على مصر الافتكاك عبدالله هنا إلى خارج أرضية الملعب فافتك الكرة بشكل صحيح والحديث حتى لم أكن أتوطأ وبالتالي عموما أن لصالح فريق الاتفاق هنا في المحاولة والافتكاك من الدفاع في الدولية السعودية الرديف في الموسم الماضي إذا حامل اللقب أمام فريق الخليج أقول الضيف الجديد بالنسبة لفريق هذا الموسم لم يكن مشاركا في الموسم الماضي فريق الخليج كان فريق الطائل موجود ولكن الطائل الثاني كذلك الوحدة والشباب الفيحاء والخليج كان قد تعادل بهدفين هذا الدوري السعودي الرديف أقول بأن جميع اللاعبين بإمكانهم ابن السميري ولكن أربعين قطع الكرة ياسر هناك المطالبة بخطأ لصالح فريق في المواسم الأخيرة هناك ندرة ندرة لأن يتواجد المهاجم في مساء البارحة في اللقاء الذي كان قد تعادل إيجابيا بهدف فريق الاتفاق لا يريد الخسارة في هذا اللقاء هنا الكرة فريق الفاقي واجم الآن على ملعبه الملعب الذي دائما لطالما شهد انتصارات فريق الاتفاق على أرضية هذا الملعب على مدار سنوات والسنوات هل هناك التدخل خاطئ المتابعة وإعادة اللقطة إذا كانت واضحة أعتقد الإعادة انتظر عبدالله على جيان في اللقطة الماضية يتميز الكرة المنقولة لصالح فريق الاتفاق وفارس الغامض الاتجاه في الطرف اليمين والمحاولة الآلي صالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر